اهلا بكم وجددا مشاهدينا في ظلالة الاصيل ضيفي لهذه الفقرة الاستاذ انس عبدالصمت حسين سكرتير اتحاد الدراميين العرب مكتب السوداء سابقا اهلا بك استاذ انس ضيفا عزيزا علينا اليوم اهلا ومرحب بك استاذ اكرام وتصحيحا للمعلومة اتحاد الاعلاميين العرب اتحاد الاعلاميين العرب حيات اهلا ومرحب بك ومرحب بكل استاذ المشاهدين ان شاء الله حيا سلمتا استاذ انس يعني تجربة شعرية تميزت بعمق الرؤية وايضا اختلاف المفردة يعني هل كان لذلك دور في فوزك بجائزة بيت الشعر العام 2019 والله يعني الاجتهاد والمثابرة والايمان باي مشروع او اي تجربة ابداعية اكيد بتكون نتيجة لحظة ثمار ايجابية في المجال فعلى اي مبدع ان يخوض تجربته بجدية ليحصل على افضل النتائج نعم طيب استاذ اناس يعني ما زالت القصيدة عند شعراء الشباب متهمة بانها تحلق في فضاءات الرمزية الغامضة هي مدارس الشعر مدارس يعني الرمزية الغامضة لعل شعراء يكتبونها عن قصد وبوعي كامل يعني وهناك من يتبنون منهج هذه المدرسة ويعتقدون ان مسألة استسهال الشعر هذه تخصم من التجارب الابداعية نفسها لذلك يعني منذ قديم الزمان يعني التجارب الشعرية القديمة في العصور من العصر الجاهلي مرورا بعصر الاسلام مرورا بالعصر الاموي والعباسي كان هناك شعراء يعني تميزت تجاربهم بمفردات يعني متميزة ولغة عصية حتى على الفهم العادي وده ده اذا الشعر يعني انه ان ترتقي عن اللغة العادية او المستهلكة في الحوار اليومي في الحياة العادية الشعر يسمو بمراتب وهو لغة لغة ادبية اما اللغة التقريرية ودي ممكن تستخدم في الصحافة وما دون ذلك يعني نعم طيب وستاذ امس يعني هل الشعر قادر على قيادة حركة التغيير الايجابي او الاسهام في التغيير الايجابي هو يعني اي تغيير حصل في البيئة الاجتماعية في الفترات الاخيرة عندنا في السودان بالتحديد لا احد يستطيع انكار دور الشعر فيه يعني حتى الثورة الاخيرة التي اطحت بالنظام السابق كانت يعني الشعارات التي كانت تستخدم في الميدان كانت هي شعارات لشعراء فلذلك الشعر هو جوهر بيكمن في انه بيقود اي حراك او اي تطور او اي تغيير الى الافضل الوعي المنوط بالقيام به من قبل الشعراء هو مسؤولية كبيرة جدا وعلى الشعراء ان يعوا ذلك وشعر جزء من اهتمامه هو رسالة انسانية في المقام الاول لذلك يعني المجتمعات والشعوب تتطور وتتقدم بالاراء والافكار التي تطرح من قبل المبدعين بصورة عامة وشعراء جزء من هذه المنظومة نعم دي الحديث عن هذا التغيير الاجابي بالتأكيد كتبت في ما يحدث لنا في هذا البلد يعني في السنوات الماضية والآن ماذا كتبت؟ نكيد طيب والله هناك نصوص كتير يعني كتبت في هذه الفترة سنسمع منها نصوصا يعني يعني ما سقط من وصايا الفيتوري نص اتمنى انه ينال معجاب الأساد المشاهدين والفيتوري هو أحد الثائرين على يعني كل ما هو رجعي في هذا المجتمع وزول ما ضل له تجربته الثرة أصلح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا سجن باقي ما صغط من وصايا الفيتوري مولايا إن قصائد الحمقى تزيد رتابة الغاوين بالجدل الهلامي فننتهي متساقطين لقاعنا الأبدي مصفرين أوراقا على شجر الكلام مولاي رتبني أنا بعثرت بين حمل حبيبات النبيات القطفن براءتي حصن مهدي غيرة بتمائم العشق الحرامي وأنا أنا نبع من النزف المؤرقي والبلاد هناك في قيسان تنزف كان جرحا من دموع الحرب نهرا من دماء الطفلة السمراء تشربه المدافع ترتوي ضمأا ليسقي البورة كي تخضر أعشاب لماذا حمرت الأعشاب النهر كان دمي وشقشقة العصافير الجريحة صرخت البكر التي سرقت تعثر صوتي الموؤود لم أصرخ بميلادي خرجت كغيمة سكرة تدلت بين أثداء السماء وبين أفواه المساء كدمعة طفلة في الحرب تفقد أمها رسمت على الخدين يتمن فارها المأساة مثقوب الرجاء مجازا كنت أسمعني وتبكيني شموع العاشقين إذا انتبذت مع الرياحي لوجهة في الذات كان الحزن يكسوني مزاجا حارقا يمشي على قلبي بساق حافية متمردا عني مفضت غبار أفكار قديم فالتمست على مصوص العافية متمردا عنهم ومنذ لعنتني بالشعر يا مولاي قد أرهقت أشرعتي البحور قوافلي طهرت من بدن القصيد القافية وسكبت مسك اللحن في بيد تمد قميصها للنظرة الحيرة لتنعش نبع وديك الخيال ويفجر المعنى انتدادا لاحتمال واحتمال ما دام شعرك فاض والتهم الحناجر نازعا من جوفه شجرا نمى بالدمع حين بكاه من وقفوا على الأطلال ما عاد يلزم أن تصب الغابة الأنثى حليبا من ظلال مولاي غني لحنك الموعود واجترح الأحاجي من صداك شريط أحلام لأطفالي الذين رأيتهم في الحلم قد لا أستطيع رقاءهم في هذه الدنيا لأن دمي توهج في الميادين التي رسبت بها قيم البيوش مروءة الحكام عشاق الضلال إليك إليك رب الحداثة أنتمي خذني سبيلك سالك بالشعر بوصلة التي تهدي الجراحة من الفؤاد إلى دموع العرش ها أنا ذا أهدهد نصف أوجاعي وأغسل حزني المنساب دون النهر هذا النهر سفاح رآه القلب يلتهم الضحايا جندته كتائب للجيش جاسوسا وسفاكا لأحلام الشباب هناك رأيت شر النهر هذا النهر يلتهم القرى الفرقانة يلتهم الخيامة ويدعي بالفيض حزنا زائفا ويضاجع المدن الفقيرة ثم تنتحر الملاجئ في صراخات الصقيع ترى الغرق المقيت بغير أسنان سيبسم هازئا كالصقر في كتف يعزز خطوة الجنرال وهو يمارس المشي البطيء على دماء خضبت بالغدر أطراف البساط هل قال لي لا لم يقل لي صاحب المقتول في الميدان مصلوبا على عشق البلاد إن الفداء فداحة والسلطة الحمقاء تلعب دورها القمعية في الميدان كي يمتد جذر المقعد المصلوب في القصر الجديد تجذرا والحزن يسكبنا بأحضان المواجع بينما الجلاد يضحك حول مائدة ويدعو تابعيه إلى الفتاة لم يقل لي إن جيبار يهيم الآن في غابات نص من نضال صاخب ويحرد الموتى ويصنع ثورة تحت التراب الآن قم فجر طريقك في دمي عبئ حناجرهم هتافا بالميادين التي اكتظت دهورا بالغياب ستطير من صف المواكب لا مبالية نوارسنا النقية لن تعود كما عهدناها غدا وردية الأصوات ناصعة الجواب لكنها حتما لكنها حتما تحلق بهجة بالموت ذاكرة تضج بشعر الوركا تجرح الألحان من معزوفة الدرويشي تبني سلما للعذف يأخذها نجاة واغتراب وأنا سيغفر لي على خجل قصيد بائس بائس قطرته دمعا على وجه الكتاب شكرا عليكم سيدا باناس يعني يقودنا هذا الحديث أن هناك بعض القصائد تكتسب قوتها من الاستهلال بينما قصائد أخرى يميزها المقطع الأخير كيف ترضع ذلك؟ هو على الشاعر أن يكون واعيا في انتقاء مطالعه وختام نصوصه يعني إن تمكن الشاعر أو استغل كل مهاراته عليه أن يكون النص مسبك من البداية للنهاية يعني أن يكون المدخل ملفد وجاذب وأن تكون القصيدة في محتواها ومضمونة تؤدي الغرض الذي هو أراد أن يعبر عنه وأن يكتب عنه نعم طيب نستمع للشاعر الحلنجي ثم نعود لمواصلة حديثنا صدق أمس أنا شفت الشمس بالضوي في حبلة عرس صدق أمس أنا شفت الشمس بالضوي في حبلة عرس وطبعاً ده أكبر مستخدم تصهر شمس والدنيا ليل لكن وحاة وطنين جميل والخضرة والظلة الظليل أنا شفت الشمس بعيوني ديلي في الحبلة بتغني المتشير وشفت العريس جام كلمة ترضي القلوب ما تحرمها بس رقصة واحدة تقدمة تقدمة وتمنعت متبسمة تعبانة قالت خصمة وحلب عليها وقومة وقامت عزيزة مكرمة والرقصة جات متقسمة وخلت قلوبنا مقسمة دي هدية جاتنا من السماء وحفلتنا بيها بنختمو صدق أميس أنا شفت الشمس بتضوي في حفلة عرس طبعا ده أكبر مستخيل تصهر شمس والدنيا ليل لكن وحاة وطنين جميل والقدرة والظلة الظليل أنا شفت الشمس بعيوني دين في الحفلة بتغنب إصحاق الحلنقي شاهدين عبر الظلالة الأصيل لشاعرنا الكبير إصحاق الحلنقي نعود لمواصلة حوارنا أهلا بك أستاذ أنس يعني تجربتكم الشعرية وماذا استفادتكم من الشعراء السودانيين على اختلافهم والله هو يعني ضروري يكون فيه تواصل بتاع أجيال عشان الناس يعني تسترسل في في الامتداد التجربة الإبداعية أو التجربة الشعرية بالتحديد وكل جيل سابق بيكون هو سابق في المعرفة سابق في الاطلاع سابق في خوض التجربة فإنت يعني الجيل اللي بيجي بعده مغرود أنه يكون فيه تواصل معه ويستفيد منه رغم أنه نحن ما محظوظين شديد أنه الجيل الأكبر مننا أو أجيال الأكبر مننا نحن ما عاصرنا عدد كبير منهم ولكن استفدنا منهم بصورة غير مبايحة من جميع أنتجوا من خلال وما أنتجوا من دواوين من أعمال من فيديوهات من توثيق اطلعنا عليه وستفيدنا منه إضافة لأنه بعضهم نحن عاصرناهم واستفيدنا منه من هنا يعني أنا أعذي الشعب السوداني على رحيل الشاعر العظيم الرمز الأستاذ عبدالله شابو الذي يعني رحمه الله انتقل إلى جوار ربه في الشهر الفائد وكان يعني قبل يومين نحن كنا في مدينة الكوى أو الكوى يعني مسقط رأس الشاعر في الأربعينية بتاعته كان تأبين كبير جدا يعني حضره كل مدينة الكوى وكان تأبين رائع يعني يعكس مدى اهتمام الناس بالرموذة الثقافية والمبدعين يعني عليه رحمة الله رحمه الله أستاذ أنسي قبل أن نذهب لإلقاء شعر آخر كيف ترى المشاركات السودانية في المنتديات والملتقيات العربية يعني عدد من الشعراء الشباب نموذجا كروضة الحاج والله مسألة المشاركة في المنتديات العربية يعني أنا ما داري أتكلم فيها وفقا لوجهات نظر لأنه أنا عندي تحفظ أصلا من نوع من المشاركات لأن المشاركات ذاته نحن يجب أن نفصل وفقا لأنواع متعددة يعني هناك مشاركات في مسابقات هناك مهرجانات بيختار بيتم اختيار الرموز لها عن طريق المؤسسات الثقافية وكذا روضة قد تكون من الناس المحظوظين اللي وجدت دعمي في فترة من الفترات وأصبحت رمز إبداعي كبير ووجدت دعمي يعني من مؤسسات ثقافية كانت في زمن لكن الآن هناك يعني ملاحظة يجب أن تنتبه إليها المؤسسات التي يقع على اختيار التمثيل يعني الموضوع بيقى موضوع على الأسف فأنا حقوله قدام الجمهور أن الموضوع بيقى شغل بتاع علاقات وناسات يعني الاختيار أو النمط بتاع الاختيار خارجيا ما بيكون مبني على كفاءة ولا مبني على يعني على معرفة أنا بعرف شاعر أو مؤسسة ثقافية في السودان بيكون وأنا مثلا في أي دولة عربية تانية بيكون عندي تواصل مع زلدة بيقول لي يا أخي أنا دائرك تي وصداقات شخصية وتفاصيل كده لكن على الرغم من ذلك إلا وإنه البمشو بيمثل عندهم من الكفاءة ما يستحقون ذلك يعني وهي حاجة إيجابية وسلبية في نفس الوقت يعني نعم أستاذ أنس قبل أن نختم هذا الحوار الفرصة متروكة لك أن تلقي إلينا أحبة ما نظمت من شعر طيب أحبة ما نظمت الله إذا إختيار صعب يعني حتى ولو أبيات معدود طيب أنا عندي رسالة بس رسالة لمغترب يعني صوتها يعني من الشعر العامي وأنا بهدية لكل المغتربين يعني إن شاء الله حياك حضر ما ذنبها ما ذنبها لو أي قضى الشوق من حنين لقيتك بعيد ما جنبها ما ذنبها لو أي قضى الشوق من حنين لقيتك بعيد ما جنبها سافرت ليش سافرت شانجاه ولا عيش ولا ككيسل أبها والله لو كنت بتغير أو صاحفي جوفك ضمير ما كان تسيب عين المه البيك مفرقة همها تشتاق لنظرة ضمها تلقاك متلفح غياب وهي شاردة تتملاك سراب ترجع تعانق أمها أرجع تعال أرجع تعال ليحضن هداف الوسيع شد الرحال رضب القليل في وطن عزيز ولا غربة مر مجهجها يا سلام نحن مصرين في الكنترول على واحدة تانية مصرين على واحدة تانية طيب حد بك العافد فضل طيب سأختار نصة نفسية كلمة تجد المناسبة وفيها قيم ما عادية يا سلام سأقرأ مقطعا من قصيدة هي وصية لعاشق بدوي ستأتيك عند المساء الجميلة في مورد الماء قل لثرة الشط لا ترتبك إذا أسدلت شعرها لمشتبك ليحدث ضجته في النقاق وقطف لها من ورود المجازي حوارا يثيما بقلبك من لهب مشتياق وثبت فؤادك إن مسك العشق من بحر أعينها ناصع الازرقاء تمهل وكن راكزا إن حنت ظهرها لمراي المياه سيبتسم النهر يرتد عنه عن ثغره مرتين صداه تماها مع الموج واملأ لها جرة بالحنين وثقب لها قصب الروح واعزف غيابك عنها قديما بناي حزين قل لها يا فتاة من الخيزران استقيمي شفاهك قلدها الحقل أنجب عنابه وسقان نبيذ القروم فهي احتسيني لأحرم منك نديمي بحنجرة سافري كالغيوم ترين البلابل صداحة فطوفي بها واحة واحة وردي إلى النهر بعض الهدوء لتغفو الإوزات مرتاحة وإذا سالت الشمس عند الغروب تعجل لتسرق من خدها على خدر قبلة كي تذوب وروض خيول أنوثتها لتمطر عذرية في صحار الشبق ستلوذان من أعين الماظرين إلى سدرة أثقلت بالنبق إذا هطلت سدرة بالحنين فمدا فؤديكما للطبق أقم حفلة حين يغفو الطريق تخصكما بغناء الأرق ورم فؤادك حيث ترق إن رأيت الرعاة يغنون خلفصدا للربابات فاسقط على صدرها مطرا من عناق وعطر شفاهك بالزهر من خدها حين ترقص ريح الفراق ولا تنس حظك من موعد الغدي حتى تمر ليالي البداوة مسرعة لتعودا بشوق وتينيكما للتلاق شكرا لك أستاذ أنس عبدالصمد حسين كنت ضيف عزيز علينا سكرتير اتحاد الإعلاميين العرب مكتب أسودان سابقا حياك ولك الفرصة أن تقدم التحية للمشاهدين شكرا لكم ولي قناة الشروق ولي الضلال الأصيل وشكرا لك الأستاذ إكرام وشكرا لكل أستاذ المشاهدين وأتمنى أن نكون ضيوفكم في فضل عليكم وعلى كل المشاهدين شكرا لكم أستاذ أنس وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة كنت معنا عبر حلقة جديدة من ضلال الأصيل عبر لقاءات متنوعة ومتجد معناة متنوعة ومتجد